طيب نروح للحالة اللي بعد كده الهدف اللي كان مالغي لفيوتشر برضو هدف أثار الجدل في مباراة فيوتشر والزمالك نشوفها مع حضرتك بص حضرتك في المرة الأولية لو راحك للعيب أكنش تسلل المرة الثانية بقى لما جبنا الخطوط بتاعتها وشوفنا طبعا المساعد خط قرار تسلل في الملعب وده مهم جدا أنا فكرة كمساعد أو حكم خط قرارك الأول في الملعب بالنسبة لنا اللي قديني واضحة خالص والرجل سمح عمل حكتين اتنين كواسين جدا البساطي في اللعبة دي أولا سمح باستمرار اللعب عمل ديلي للراية بتاعته كمل الهجمة وده دي تعليمات لما تبقى حاجة طاية كده أو حالة مشكوك فيها سيبها انت أخد قرارك وبتقول ديلي على فكرة هو بيقول في الاربيس الحاكم ديلي الحاكم بيفهم إن الكرة في تسلل لما بتخلص وتكمل بهدف يروح رافع الراية ويصفر بعدها فقرار موفق من البساطي المساعدة الأول ومن حاكم مباراة ومراجعة مميزة من الفار وقرار سليم بالغال هدف طيب عظيم نروح لمباراة الإسماعيل وفي راكلة جزاء تصدى لها حارس مصر المقصة راكلة الجزاء هي مع حضرتك أنا عجبني في راكلة جزاء دي حاجة واحدة وجود الحاكم في موقف كويسي يعني كرة لعبة الإيد على فكرة لما تخرج بارة الجسم سواء قدام الجسم أو في الجنب بتكبر الجسم الإيد اللي هي اليمين لللاعب الإيد اليمين لللاعب دي لما تطلع قدام جسمه كبرت الجسم أو تطلع جنب جسم وبتكبر الجسم فعجبني جدا صباحي نحتسب اللعبة عاز نوقف ساعة التنفيذ نرجع ساعة التنفيذ وقت التنفيذ كرة برضو فيها كلم كتير طبعا الدخول ساعة التنفيذ ساعة لمس اللمس الأولى للقرة الرجل في الرجل من رجلين اتنين موجودة على خط المرمو بالتالي تنفيذ سليم وفيش مشكلة بالنسبة لي خالص كتنفيذ الكرة والراجل جزاء سليمة التنفيذ سليم وقرر سليم من طعم التحكيم كان فيه اعتراضات من الإسماعيل على هذه الكرة برضو لا عشان التنفيذ سليم نتكلم على اللمسة الأولى للمهاجم اللمسة الأولى أو اللمسة دي بنحسب عليها نشوف الحارس ترك الخط بالكامل بقدمه اللي اتنين ولا لا دي لعبة في نفس المباراة الرجل الجزاء اللي تم احتسابه عن طريل فار زي ما عشدت بالصباحي ومتمركوزه وفي اللعبة اللي فاتت هناك لازم مع لعب الكرة طبعا هو بص الكرة هناك لازم يبص للمنطقة ولازم يتحرك عشان نشوف اللي بيحصل اللي ورر بعد كده الفار هنكمل اللعبة المسك المستمر بالمنظر ده طبعا المراجعة تمت من حاكم الحاكم ما احتسابهش حاجة في المعلقة اللي ما شافش يعني بكلم الصباحي في مكانه في الوضع ده بالمكان ده وبص الكرة هناك مش مركز هنا أنا ماليش دعب الكرة خارس الكرة مكان الكرة ما ببصش لها لما كل عناية على اللعبة اللي موجودة هنا فاللي هو حصل في المعلقة ده ما شافوش فلما لقى اللعبة هو فوجي باللعبة على الأرض في مراجعة من الفار شاف ان فيه مسك مسك من مدافع المقصة ومسك مستمر طبعا لو فيه مسك متبادل ما فيش أخبه ما فيش خطأ وبالتالي هو راح شاف اللعبة وباشكر الفار ان كان من اسمه التدخل في اللعبة واحتسب براكة الجزاء صحيحة نادل إسماعيلي وضع وفي التنفيذ شوف حضراتك التنفيذ هنا بقى في القرة اللي بتضيع دي القرة اللي بتضيع سواء في العرضة أو في القائم أو برا ما نبصش بقى الحارس خالص يعني الحارس حتى لو تقدم مش هنبصلها نهائي دي نقطة مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا دي نقطة مهمة جدا حتى لو الحارس ما تفكرش فيها كتير حتى لو الحارس تحرك وساب الخط ساعة اللحظة تنمس الأولى برجلل اتنين وكرة جت في القائم أو خرج البرا خالص ما تفكرش فيها اني في الاعادة فده مهمة الحاكم الفر اللي موجود يبقى فاهم ده بلوناك بالثقافة التحكمية بنت قاعد عارف التعليمات ايه قصد يعني مش عارفة لا ما بقول لحضراتك انا عادي مش عارفة بس عاقب الحارس امتى لما هو يستفيد من الخطأ بتاع هو تصدى دي بالزبط لكن الحارس ده لو طلع والكرة جت في القائم أو جت في العرضة بالمنظر ده فانا مش محتاجة بص أصلا فالفر مش محتاجة يأكد عليها خلاص الكرة طلعت ومش هتدور عليها كتير او تتفكر فاكتير والفر ما مرجع عليها لا الفر قاعد اكيد فاهم اللي بقوله ده فخلاص المواطوع بالنسبة لنا نشوف الحالة اللي بقى حالة سليمة اه ده ماتش استر كامبانيو سينمايكو لباتر سينمايكو لباتر دي حالة برضو ضرب الجزاء هي تيجي قدام شوية هاَهِ الحالة دي هاَهِ الحالة دي بص اللعبة دي اللعبة دي أولا أنا تتكلمת على الحكم تقاين الحكم حكم صغير وحكم وعد صاد على فكرة الحكم لو ما يختم مجيبش اسمه ده بتعود دائما في التحليل الحكم اللي يجيبي يجيبي اسمه الحكم اللي عنده خطأ ميجيبش اسمه حفاظا على اسم الحكم حكم صغير وحكم من أصيوت وحكم بن 26 سنة بس يمكن أن اختلف معك اه من شي عشان كلنا نستحق الإشادة وكلنا نستحقنا النقد يعني كلنا النقد هنستفيد منه والإشادة هنستفيد منه يعني لما حالك تقول اسمه مش لازي خالص تقول اسمه أنا بكلمك في المبدأ نفسه أنا أقوله حالك المبدأ ليه؟ أنا أقوله حالك المبدأ ليه؟ أن الناس اللي حكامنا يعني أنا كنت لسه مبارح بالتحكيم فيهميني جداً أخفز على الحكم حتى لو أخطأ وزميلنا الحكم اللي يجيد أنا بجيب اسم وبشيد دينه شوية شوية بحاض محاولة عشان اللقتي مثلاً هطلع أنتقل النهاردة محمد شريف بكرة أقول عليه محمد شريف دا لعب عظيم أنتقل المسلميني النهاردة أقول عليه بكرة أنا أقول لحالك أنا بحرس بكلم على اللقتي تحكيمية عظيم فبالش الحكم إننا نكلم على اللقتي تحكيمية عشان نحافظ على زميلنا الحكام وده مهم جداً حكام مصر كلها بص حضرات الحكم صغير في ماتش في الاتين بتنافس 12 بنت وتمانية بنت تتكلم في منطقة هبوط فمهم جداً نختار الحكم المناسب في الماتش المناسب حكم كواس جداً اللي يقب دنيا ممتازة تحرك ممتاز في المباراة لكن حطته تحت ضغوط غير طبيعي صحيح أنا لازم وجبت له حكم فار خبرة آه بس حكم فار خبرة للأسف ما أنقذوش لأنا جاء خطائن في رجلتين جزاء لفريسة راميكا في المباراة أسرت أن تكتل المباراة وأسرت الحكم اللي أنا عايزه بعد خمس ست سبع سنين يبه حكم دولي معايا فده مهم جداً فاللعبة دي الحكم طبعاً تحرك غلط ما شافش في الملعب اللي يد بر الجسم راكل الجزاء مليون المية اللي يد بر الجسم هيت ومعنا فار موجود بره الفار ما تدخلش وطبعاً قرار خطأ من الحكم ومن الحكم الفار اللي بحمله مسؤولية أكبر من الحكم في الملعب صح لأن اللعبة لعبة سهلة جداً والإيد بر الجسم تكبر الجسم وراكل الجزاء لم تحتسب لفريق سراميكا اللي اتغلب براكل الجزاء وبالتالي دي حاجة مؤثرة في ناجة المباراة وبتقلل جداً من تقيم الحكم وتقيم الفار اللي موجود تجين هو الحكم تحرك وما كانش مزبوط أنا بقى طب معلش يا كابتن جايد معلش لا واقفوا جماعة لحظ ليه حكم الفار ما يشوفش لقطة زي دي فاهمني بقى ده بص إن عزب الحالة الوحيدة اللي تخليني أقول أنه هو ما شافش الحالة دي أن الفار كان عنده بايز يا معنديش حاجة ده أي حد هشوف الكرة دي هيقول لعليه ضرب الجزائل حتى لو ً من يفهمش في التحكيم بالضبط يعني إنا ياعد لو لم يفهمش في التحكيم هقول عليا ضرب جزائل ولو حكم سغير وناشئ برضه هيقول عليا ضرب الجزائل لما يبقى حكم كبير أكيد هيقول عليا ضرب الجزائل فإيه إيه الحاجة أنا بصراحة ما لقيتش مبرر أنا بقول لك أنا بقول لك اللعبة فعلاً لما شوفتها حتى في تحليل أه مع بعض قبل كدة فلا ما لقيتش له مبرر لزي ما تشافش الكورة زي كده وزي ما ترجعش وبعدنا حاجة تانية كمان ده انت فيه ألار ما بيحصل من لعبة لعبة اعترضه طبيعي صح فانت لما لعبة اعترضت انت عاد على الفار لازم تعرف ان فيه حاجة حصل لازم تدور عليها يعني تركز اكتر انت عارف الاصعب في الفار يا كابتن كريم الاصعب في الفار لما تحصل لعبة محدش اعترض عليها طب خطأ موجود من كرارات الجزاء موجودة ومحدش اعترض دي الاصعب في شغل الفار لكن لما تلاقي اللعبة بتاعترض بالمنظر ده في اللعبة سهلة فدواء احنا نفسيا كده وحامل فجأة المباراة بنقول ايه ادم ما اعترضوش ما بهاش حاجة دي الاصعب بالفار لازم ادور طبعا في ساعة عدم الاعترض لكي احنا قول ما منلاقي العبة بتاعترض كلها مع بعض في نفس اللحظة في حاجة مية في الماء بتيبقى شكلها وللأسف يعني ما خدش هم ممكن يا كابتن جاد البرمج يبقى شغال دا مهم دا مهم لان لازم نستعرف و لما الذ ore يرجع تعليمات لما الذ ore يرجع يجب تعرف كبات الفرقتين و الجهزة فنية ان الذ ore رجع دا مهم جدا في كل المباراة من المطبق فى الذ ore انت لازم تعمل ده لو الذ ore تم تعطيره فى المباراة بوقف الماتش الحكم بلغ المباراة بلغ لناس ان الذ ore تعطر و اليوم رجع تعرفوا ان يرجع هذه اللعبة اللي باشيت بها في الحكم في المباراة راقل الجزاء استركماني بشيت بقى في الحاكم بالتحكيم لما نقلو المميزات وهو نفس المره بنقول ميزة ومره بنقول لعيب للراكل الجزاء مزبوطة والإنظار مزبوط تحركوا الحاكم كويس جدا فتح زاوية رؤية شاب بين الاتنين اللعيبها وراكل الجزاء مزبوطة وقرار مزبوط بنشيت به دي راكل الجزاء دي جنن المباراة أشيت بقى في الظرف اللقطة اللي جاي اللمس الأولى للقرة الحارس فارق تمام برجل الاتنين خط المنوى بين القائمين والعرضة وتصدى للقرة وده خطأ من الحارس وبالتالي تدخل من الفار صد الكرة خلاص وستفد من خطأه تدخل الفار وقعد اللعب الخطأ هنا فيه بقى لما الحاكم يدله أنزار لأ أنزار مش مزبوط في اللقطة الأولنية أنا بحذره لعملتها تانية تاخد أنزار ممكن نقف لحظة هنا جماعة لحظة واحد ممكن أقول لحلقة حاجة كابتن جاهد حاجة شكلية جدا فاض معلش يعني الحاجة الشكلية عشان ما تطلطش علي لأت فاض ده مش لبس حاكم في الدولة المصر الممتازة الشراب مع الطاقم اللي لبسه شكله مش حلو أنا بقول لك نقطة شكلية على فكرة ده ينطبك على الفرق كمان أنا بقولك كنام ده على الفرق لا أعيب الراجل هو كان عايز يلبس شراب تقريبا غير اللعب بس المنظر كله على بعضه مش دولة ممتازة طب أنا أستئذنك في حاجة واحدة بس فض بس أنا ما بتكلمش في حاجات بها تانية فراية لأن الرجل المطش في بعض الأخطاء والتالي مش عايز أجي عليه الانزار ده طبعا انزار غير مستحق لو أنا أمشي مع الحكم لو انزار للاعتراض لكن الواضح ان الانزار عشان الرجل لو هو الانزار للاعتراض همشي معاه لكن الانزار عشان الحارس أخطأ فلا خلاص يراك الجزاة مزبوطة وإحنا قلناها والإعادة مزبوطة للفر يعني إيجادة في الإعادة لأن الرجل فرق خط المرمى بدل قائمة والعرضة نجيب فيه رجلة جزاء كمان طلب بها لعبي السيراميكا اللعبة دي بقى الأصعب في الديارة تاتة وتسعين أنا القرأ بص يعني المشكلة في اللعبة أولا الحكم مكانه كواس جدا شايف في الديارة تاتة وتسعين القرأ موجودة في مكان الخطأ طيب انت كحاكم ما شافش ده انت كفار شفت الاعتراض ده بالمنظر ده يعني كرة لعبة هي الرجل حطي إيده بالكامل ده اسمه قفز على الخصم حطي إيده بالكامل على اللعب رقم عشرة لسيراميكا اللعب دي عمروا مسافة دي كله إلا بالسندة ده أو القفز ده طلع المسافة دي كله ولعب بالكرة كرة موجودة في مكان الخطأ فاللعبة سهلة جدا اللعبة سهلة أتحكم في البلعب سهلة عالفار متحسمتش سهلة عالفار في الديارة تاتة وتسعين طبع اللعب السيراميكا اعتراض كان غير طبيعي اللي اعتراض غير طبيعي ده أنا كفار قعد في حوط الفار لازم يبقى عندي في جرس إنظار في مشكلة حصلت اللي حازي ملك اللي في الملعب كابتن جهاد أنا بص أنا أهمش ورا الموضوع ده تمام بس هو ما ينفعش غير يبقى في الحالتين دول غير الفرر ما يبقى الشعاف لو البرمش شغال وهم ما قالوش ده خطأ بالنسبة لي يعني يعدي تمام بس غير كده هتبقى حاجة مش سليمة بصك أصل لي حاجات يعني أنا كنت أتمانا لو البرمش شغال كان يعلنه ده كان يبقى أهوان بالزرط طبعا لكن المنظر ده حصل مشكلة لكن اللي أصعب إيه بقى معلش أنا ياسف حطر أشاكي يعني مش في ضميره ولا حاجة بس هشاكي في قدراته هشاكي في قدرات الحاكم اللي قاعد على الفرر تحديد أنا الحاكم اللي في الحاكم الساحة دايما ما بقيت شلومه تمام ليه لأنه والد ما شافش هو هيد نشغل في لقطة تانية لكن حاكم فار ما يشوفش اللقطات دي لأ هو فريق استر كامباني على فكرة كل الحكام بتروح حكام صغيرين في الفترة دي صعب جدا دي استحالة يعني كمان في حاجة شوفت تذكرت الإسماعيل كانت القرى بعيدة عن الحدث لأ دي القرى ما كان الحدث الكرى ما وجودة ما كان الخطأ وبالتالي كان دي كتراكل جزاء مستحقة لفريس الاميكا وفي الديارة التسعين وراكلتين جزاء في ماتش واحد مع وجود الفار عايز أقول يعني خطأ غير مبرر في القطتين الاثنين والقطتين سهلين صحيح نشوف حالة كمان معنا من مباراة بيراميدز أهي يا فندي كملوها يا جماعة اللعبة دي الناس شككت في راكل الجزاء أنا شوفت يقاولي على سوشيال ميديا شككت في راكل الجزاء لكن أنا هجبلهم راكل الجزاء ما وجودها فين طبعا الحاكم ما احتسبش في الملعب في تلامس حصل بين رجل المهاجم أيوة أيوة أرجع بيا خطوة 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 هرا رجل المهاجم الشمال ورجبة المدافع هو دي اللعبة العاق هي اللقطة اللمس ده أو الإهمال من المدافع بمنظر ده خلت الرجل المهاجم تخبط في التانية يقع بيها اللي حصل دي التلامس اللي حصل ده تمام نكمل نكمل راحت الرجل الشمال دي خبطة في الرجل اليمين وقع المهاجم فالناس لما جابت جابت لأنه نرجع بس تاني معلش اللقطة جابت الرجل لما خبطوا في بعض آه ده وقع لوحده لا موقعش لوحده احنا بنتكلم برضو الأمانة الرجل الشمالي المهاجم الخبطة في الرجبة دي هي دي اللي هيدساب الأعاقة وبالتالي اللعب المقولين أهمل ده اسمه إهمال وبالتالي اللمس ده هو اللي عمل الأعاقة جات في الرجل التانية بعد كده مش جابت اللي حصل بعد كده أن الرجلية تقبط في بعض دي مش مشكلة تانية لكن اللي راك لجزاء الفر طبعا استدعاه الحكم محتسبش في الملعب الفر استدعاه أنا طبعا بهني الفر على اللقطة دي لأن اللقطة مش سهلة وفي نفس الوقت ما حدش في الملعب دور عليها أو تكلم عليها وبالتالي استدعاه الفر قرار مزبوط وقرار حكم راك لجزاء الحكم اللي حشافها واحتسابها وراك لجزاء مزبوطة قرار مزبوط من الصحيح من الحكم ومن الحكم الفر كابتن جهد دايما منك نستفيد